مباراة الإسماعيل أمام النادي الأهلي بكرة مباراة مهمة جداً زي ما قلت لحضراتكم دايماً مباراة الأهلي والإسماعيل مباراة فيها ندية مباراة فيها صعوبة شفنا مباراة الدور الأول النادي الأهلي حقا فيها الفوز بنتيجة 1-0 إن المكسب جي بصعوبة علشان كده بقول لعبت النادي الأهلي إحنا آه فقدنا نقطتين أمام فيوتشر كان النادي الأهلي هو الأفضل من بداية المباراة خلقنا فرص كبيرة لكن أنا وأنا قاعد قدامي المباراة ما كنتش حاسس بالرغبة القوية إن أنا عايز أخذ الثلاث نقاط أنا عايز بكرة الانطباع ده يتغير بكرة من أول ديئة بكرة من أول ديئة عايز أوصل للرسالة إن أنا مباراة فيوتشر كان يوم بيحصل في كرة القدم كرة مش ماشية معايا لكن بكرة إن شاء الله أنا عندي الرغبة من أول ديئة جمهوري معايا في الملعب إردت بكرة وتوفير ربنا سبحانه وتعالى مهمين جدا من بداية المباراة إن الرسالة توصل من اللعبة الجمهورها الرسالة توصل من اللعبة إن أنا إحنا عندنا سبع مباريات سبع مباريات بواحد وعشرين نقطة الأول عايز أخذ التمن نقاط علشان النادي الأهلي يحسن بطولة الدوري رسمي بغض النظر عن مباراة برامد صاحب المركز التاني علشان كده الرسالة مهمة جدا وزي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة الحالية اللي إحنا فيها عايزين وجمهور النادي الأهلي ورايا الجمهور اللي موجود في الملعب الجمهور اللي قاعد بيتابع المباراة وكل واحد ممكن على تليفون على السوشيال ميديا لازم الفترة دي فترة توحيد الدعم دعم ومساندة للفريق الأول توحيد الهدف بتاعنا مش عايزين نشتت نفسنا مين ماشي ومين جاي صفقات مين اللي جاية وصفقات مين الماشية الكلام ده مش محله دلوقتي ولا وقته النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد وارجعه من أيام أو من أسابيع قليلة احنا أخذنا البطولة علشان جمهور النادي الأهلي بعد المباراة الأولى اللي انتهت في القاهرة اتنين واحد كانت لغة الكلام كله من جمهور النادي النادي الأهلي قادر إن شاء الله إنه يرجع بالبطولة علشان كده عايز دلوقتي نقفل موضوع دلوقتي احنا ما نتكلمش في موسم انتقالات دلوقتي موسم انتقالات ما تفتحش علشان نقول مين جاي ومين ماشي مين راح السعودية ومين راح هولندا ومين جاي من هولندا ولا الكلام ده احنا بنتكلم دلوقتي عن هدف عندنا كلنا كأهلوية هدف ان احنا عايزين نحق العلامة الكاملة لموسم ان شاء الله يكون استثنائي للنادي الأهل ابتدى باربع بطولات ان شاء الله البطولة الخامسة في الطريق بس البطولة الخامسة هتيجي ازاي هتيجي ولعبت النادي الأهلي والجهاز الفني يعرف ان احنا لسه ما حسمناش البطولة والهدف الاكبر للعيبة احنا لسه ما حسمناش البطولة وقت ما احسم البطولة وعدد نقاط يتجاوز عدد نقاط بيرامدز وقتاني نقول مبروك ونحتفل لكن دلوقتي لسه محتاجين 8 نقاط من 21 نقطة 8 نقاط انا عايز من مباراة بكرة مباراة الاسماعيلي هي دي البداية بتاعتنا عايزين نقفل ودننا عايزين دعم كبير من جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا مش عايزين نمشي وراء الاقاويل بتقعد تتقال فلان ماشي وفلان جاي اصلي النادي الأهلي محتاج مين بالوقتي لا النادي الأهلي محتاج دلوقتي دعم لعبته كل اللعبة اللي موجودة محتاج دعم الجهاز الفني محتاج ان احنا نكون كلنا في مركب واحدة محتاجين كلنا يبقى هدفنا وفكرنا واحد هو ايه هو بطولة الدور الممتاز عندنا سبع مباريات هو ده تركزنا لو شفته دلوقتي الصفحات مع احترامي الموجودة على السوشيال ميديا يعني وبدأ ده واقع موجود دلوقتي النادي الأهلي خلال اليومين التلاتة او قبل كل مباراة لنادي الأهلي بنشوف خمسين صفقة عملت للنادي الأهلي خمسين صفقة عملت للنادي الأهلي والكلام ده بيظهر قبل كل مباراة يعني النهار ده بكرة مباراة الإسماعيلي هتلاقوا مين مشي ومين جاي وبدأوا تابعوا الصفقة الفلانية والكلام ده ما فيش الكلام ده إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللعيبة لازم بهدفنا واحد ولازم إحنا كجمهور نهيئ الظروف ونهيئ الأجواء إن إحنا ما عندناش هدف أنا بطول في الحتة دي علشان أنا كلعيب كورة قبل كده كانت دايماً الحاجات دي بتوصلني من الجمهور الجمهوري بيتكلم في إيه الفترة دي الجمهوري بيتكلم في بطولة الدوري اللي غايبة عن النادي الأهلي بقى لها سنتين يبهل يصح إن إحنا نتكلم في صفقات خلال فترة دي نتكلم في مين ماشي ومين جاي أنا من هنا بقى ثق في إدارة النادي الأهلي بقى ثق في إدارة النادي الأهلي وقت ما موس من الانتقالات بيتفتح الناس بتشتغل اللي فيه مصلحة النادي الأهلي وبالمناسبة النادي الأهلي وصفقاته بتدار مش من خلال الصفحات ولا من خلال الناس اللي تتكلم لا ده رقم واحد مدير فني مدير فني هو اللي يقول انا محتاج مين ومش محتاج مين هي دي دارة النادي الاهلي مع الاحترامي للجميع علشان كده عايزين نافل الموضوع ده عايزين هدفنا خلال اليومين دول وخلال الفترة دي ازاي عندنا بطولتين الاول بطولة الدوري النادي الاهلي حقاها البطولة التانية بطولة كاس مصر نفكر فيها وقت ما بطولة كاس مصر تيجي ان شاء الله لكن الاول عندنا بكرة مباراة مهمة جدا امام الاسماعيلي الاسماعيلي منافس شارس الاسماعيلي انسى ان هو في المركز التلاتاشر وهو عنده بعض التعصرات وبينفس على الهبوط والكلام ده لا بكرة هتلاقي فريق مختلف بكرة فريق بيجري التسعين دقيقة روح عالية علشان كده لعيبت النادي الاهلي لو ما قابلتش الكلام ده بروح عالية وجاري كتير وتركيز الناس اللي على الدكة بتساعد الناس اللي لما بتنزل الملعب وتغير النتيجة الناس اللي بتدي المباراة كلنا على قلب واحد الظروف هتبقى صعبة عشان كده ان شاء الله بكرة تكون الامور مهيئة بتوفير ربنا سبحانه وتعالى بجمهورنا اللي هيكون متواجد في المباراة جهازنا الفن اللي هيحط تشكيل ان شاء الله مناسبة وايضا لعبتنا اللي يكون عندها الكوة والشراسة من اول دينا ترجمة نانسي قنقر